بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبائي في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة أيها الأحبة في الله هتتناول موضوع أصبح ظاهرة كبيرة جدا في المجتمع ألا وهي أطع الغضروف الهلالي في الرب كتير من الناس كانوا تتكلموا الغضروف الهلالي دهما في القضاعش غير عند الرياضيين دلوقتي بنجد ربات بيوت نجد ستات موظفات نجد عمال ما بلعبوش رياضة بيحصل لهم أطعف الغضروف ومش نتيجة إصابة تعالوا نتعرف إيه هو الغضروف الهلالي أو إيه هي الغضروف الهلالية وظيفها بجسم الإنسان والارتواء الدمه والواصل لها وأثر العلاجات الطبيعية عليها وتحسين وظائف الرجم نقول بسم الله الرحمن الرحيم غضروف الرجبة أو غضريف الرجبة أبارة عن مخدات على شكل الهلال يعني عاملة زي الهلال طبق بس غير مكتمل يعني نص دايرة نص دايرة يمين نص دايرة شمال واللي اتنين بيكونوا لي نقول مفصل الرجبة وسادة مفصل الرجبة وسادة مفصل الرجبة دي مشكلتها أو نقول فايدتها إنها بتزود لي عمق الرجبة إن مفصل الرجبة عبارة عن عظمة الفاغد من فوق وعظمة القصبة الرجل من تاح فما فيش فيهم نقول التجويف اللي ممكن يؤدي إلى مفصل متوازن نخاف لا يدخلها فربنا بقدرته ورحمته وحكمته عمل لنا تجويف على شكل الهلال وتجوفين واحد يحمي الجهة الداخلية واحد يحمي الجهة الخارجية فنقول تبارك الله أحسن الخالقين ربنا بخلق لهذه الغضاريف جعل عمق الرجبة أعلى من لو كانت العظمة على العظمة زي في مفاصل أخرى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بالغضروف الهلالي زود ما يعرف به التوازن أو الاستابللتي بتاعت المفصل بقى مفصل متماسك طبعا مع وجود أربطة قوية أربطة للرجبة داخلية زي للرباط الصليبي الأمامي والخالفي والأربطة الخارجية الرباط اللي مسك العظمة عظمة الفقد بالساخ وعظمة الفقد بالساخ بالخارج وتيجي فوق الرجبة حماية الصابونة تروح جاية عشان تحمل مفصل من أي إصابة العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا معدل إصابة مفصل الرجبة أو الغضروف الهلالي عندنا غضروفين قلنا واحد داخلي واحد خارجي أغلب الناس يصابوا في الغضروف الداخلي بتحصل إيه؟ إن المفصل بيبقى كده يروح للافف هو بيلف يروح قاطع الغضروف نتيجة الحمل الوزن بيقولوا ممكن يبقى حمل خارجي يعني واحد شايل شيلة وراحت رجله لفة من تحت يروح قاطع الغضروف أو حمل داخلي اللي هو بنقول للعضلات تبدأ العضلة تنقبط بشكل معين فتروح لفة للمفصل هذا الأمر بنقول من أخطر أخطر الأشياء ليه؟ إنه إنت الرجبة بتلف عندك كده سمعت طاقة حاول ما تحركش رجليك بعض الناس تلاقيه أول من الرجبة كده واحد يروح جاي يمسك رجليه ويقعد يتني ويفرد في رجبته طبعا بيتني ويفرد يعني إيه؟ القطع اللي جوه بيزوده ده هو المفصل بيبقى الغضروف ده أملس بس ما بيطقطع بتطلع منه جزء بتعمل إيه؟ حاجة بيسموها تيبص في المفصل يقول لك رجبتي أفشيت وأنا بأتنيها وبأفردها يبقى أول حاجة تعرف إنه عندك قطع إيه؟ أثناء لفة الرجبة تقول الرجبة لفت وسمعت صوت طاقة نمرة واحدة نمرة اتنين ورمت وتيببست يعني لا قادر أفرد ولا قادر أتني نمرة تلاتة مش قادر أفردها على الآخر تلاقي الرجبة كده متنية سنة نمرة اربعة بيحصل فيه ورم شديد وألم مع تاني الرجبة أما يحصل الورم والألم مع تاني الرجبة لابد إن الواحد يتوقف عن الحرق نحط للمفصل تلك زي ما بنقول إسعافات أولية يطربت المفصل ولو فيه عندي كبيرة أروح لباسة اللي هي الجبيرة اللي بتتلازق دي وبسرعة ألجأ إلى طبيب العظام علشان يحدد نوع الإصابة سعيد الحظ اللي ربنا كرمه وربنا يمدينه فضله ومنه ونعمة لو حصل عنده قطع في التلت الخارجي من الغدروف الغدروف احنا بيقول هو عبارة عن هلال من هنا ومن هنا ففيه جزء داخري وجزء خارجي الجزء الخارجي التلت ده بنسميه الهلال الأحمر إيه ده الكلام ده يعني مش الهلال الأحمر آه الهلال الأحمر ليه عشان ده التلت اللي وصله دم والتلتين الداخليين من الغدروف هو ده الجزء الذي لا يوجد فيه دم وده بنقول عليه عندنا مشكلة في هذا لأن ده مش هيلتقم لوحده كثير من المرضى بيتحسنوا من تلقاء نفسهم بفضل الله عز وجل لو كان القطع في التلت الخارجي من من الغدروف الهلالي كثير من المرضى بيجوا العيادة واللي عندي قطع في الغدروف وعملت أشعة رانين قلت له طب الدكتور قالك القطع فين أحياناً يقولك لا ما قال ليش أقول له لا لابد أن يقولك فين الأشعة لو أنت عامل أشعة مقطعية لأشعة رانين بتبين القطع في الغدروف الهلالي هل هو في الجزء الخارجي ولا الداخل طب واحد يقول الأشعة العادية هل بتبين قطع الغدروف في الهلالي أقول له لا لأن الغدروف في الأشعة ما بيبانش احنا اللي بيبان لنا إيه العظام ده في أشعة إكس العادية إنما أشعة الرانين بتبين ولذلك احنا بنقول أحياناً أشعة الرانين في غاية الأهمية لتشخيص الحالة في بعض الاختبارات الدكتور ممكن يعملها إنه يروح تاني الرجبة وبيتنيها يروح لففها تلاقي الرجبة تروح طاقة طبعاً دي ما يعملهاش اوعى تجرب تعملها واوعى السادة اللي هم اللي بنقول عليهم المكتهدين مش بحقر أو بقلل من قدر أي إنسان ولكن فيه يعني فئة كده طلعت في المجتمع يعني نفسهم كانوا يطلعوا دا كاترة يقعد هو كان يبقى عن نفسهم جبرات يقول لك تعالا وأنا أعملك الاختبار دا هو يخش على النت ويشوف الاختبار وهو يحاول يعمله بإيده بس بتبقى إيده مختلفة عن إيد الدكتور إن دا بتبقى إيد صنايعي يعني إيد الصنايعي سباك نجار نقاش بيركب بلاط أو رخام فجأة لقيه عايز يبقى دكتور فيبدأ يمسك الرجل يقول لك أشوف أحيانا هذا الاختبار لو اتعامل بطريقة خطأ يؤدي إلى أطعفه الغروف الهلالي الداخلي اللي احنا بنقول أكثر أوردى الإصابة من الغروف الهلالي الخارجي طيب العلاج بيتوقف على المرحلة بمعنى إيه لو جالي لاعب بيقول لي أنا بانوت دكتور وبنازل على رجبتي رجبتي لفت وحسب بطاقة وهو جاي لسه في خلال التمانية واربعين ساعة الأولانين بقول له حط تلك ونعمل كمدات تلك ونربط رباط ونستنى في بعض الأدوية طبعا اللي بيدوها مضادة للالتهاب ومضادة للتورم كنا أتكلم دور العلاج الطبيعي والطب الآمن لا احنا بندي حاجات طبيعية أهمها التلك الرباط الرفع نرفع رجلنا عشان ما تورمش طيب بعد التمانية واربعين ساعة يروح عند يعمل بقى الأشعة ونشوف إيه اللي موجود هل التورم ده نتج من زيادة في المية الرجبة يعني إيه مية الرجبة اللي هو السائل السينوفي السائل اللي بيفرز عشان يلين المفصل ما ربنا سبحانه وتعالى مش احنا بس العربية اللي حطوا لها زيت لا احنا عندنا زيت إلهي موجود في كل مفاصل جسمنا الزيت ده بيتجدد يعني مش محتاجين نشوف بقى يعني هذا خلق الله يعني مش لازم نروح نشيل ونشيل طبة ونفض الزيت المستهلك ونحط زيت جديد لا عند ربنا الزيت ده عمال يتكرر وينضف ويبقى بنسبة لزوجة معينة اما تحصل خطة الغشاء ده بدل ما كان بيفرز كان منلي سائل يفرز كمية أكبر فتلاقي الصابونة عامد تمسك كده الصابونة تلاقي عيمة في إيدك وتروح لدكتور العظام يقولك انت عندك مية في الرجب يبقى با عندك مشكلتين مية ارتشاح وعندي ورم وعندي ألم وعندي غضروف مقطوعة اما بنعمل أشعة الرنين بتبين هل القطع في الغضروف من الداخل ولا من الخارج اف انا دي عايز أعلم هلكوا ليه علشان كتير من المرضى ما يعرفوهاش بل كتير من ده كترة يعني اللي مش متخصصهم عظام واللي عليك طبيعا ما يعرفوهاش بنقول ان التلت الخارجي من الغضروف سواء الداخلي او الخارجي للرجبة بيلتقم لوحده ده بنسميه التلت الأحمر يعني ده الهلال الأحمر خد بالك عشان ما أصله دم إنما التلتين الداخليين أبيض ما فهمش دم مش وصلهم دم كفاية ما بيلتقموش لوحدهم خلاص طب لو واحد موظف عادي وما يعني مش رياضي والقطع عنده غير كامل أصل القطع ممكن نعين في قطع كامل يعني من فوق للآخر الغضروف بقى عايم من جوه وفي حتة يعني غضروف أرقوشة دي اللي احنا بنعرفها عايمة جوه المفصل ده مش يعرف يمشي مش يعرف المفصل لم يحتاج فعلا الدكتور يخش بمنظار ويشيل الغضروف ده لكن لو في التلت الخارجي اللي هو الأحمر اللي وصله دم يقول له ايه وعم حدش يعمل لك عملية احنا نعمل علاج طبيعي العلاج الطبيعي بقى نواع وده اللي بنشوفه عند بعض المرض واحد يقول لي والله أنا خدت 12 جلسة علاج طبيعي وما فيش تحسن وما جيت عملت عندك جلسة واحدة او جلستين خفيت طبعا مش بتكلم عن نفس يعني يعني بقول عن الدكتور تاني اللي بيحصل هو طبعا الشفى من الله عز وجل ولكن في علم احنا بنواجه يعني بكتب كده مشاكل المريض ايه بيجي لمريض يقول لي تيبس مافصل يبقى أنا عايزة حرك عندي آلم عايزة بديله حاجة تخفف الآلم عندي ضعف في العضلة ضعف في العضلة عندي مايا في الرجبة عايزة بديله حاجة تضيع الميا اما بكتب قائمة مشاكل المريض ببدأ قصد كل مشكلة اوصف لها علاج معايد فواحد يقول بعد الثمانية واربعين ساعة الاولى وطلع القطع في الجزء الخارجي يعني بقدر الله ورحمته مش هنحتاج جراحة الرجبة بس ورمى شوية هل ممكن اعمل حجامة على الرجبة ده سؤال شائع وناس كتير بتسأله بنقول طبعا عمل الحجامة اساسي مهم ضروري ونافع بعمل الحجامة اساسي مهم ضروري نافع ليه بقى انه بيحسن الدورة الدموية داخل المفصل اساسي انه هيدفع لي دم كافي للجزء اللي حصل فيه شرخ كراك اللي بيقوله عليه وده بيخلي ارتواء الدم لي علشان يحصل فيه يعني نقول الشفاء سريع ده اساسي طب ضروري انه بيضاع الالم احنا مجرد ما بنشرط ونعمل الحجامة الوجع ان عندنا بوابات الالم اللي في المخ دي بتتفتح لمؤثر الالم واحد طبعا احنا بنديش بنجو احنا بنعمل حجامة واحنا بنشرط تشريط خفيف تبعط اشارات للمخ اقفل بوابت الالم فيبدأ المريض مجرد منشير الكساب بفضل الله انا بدأت الرجبة تتحس خد بالك اول ما الالم بيتحسن بيتحسن المدى الحركي بس خد بالك احنا مش مستعجلين عادي ليه بقى ان انا مش عايز الشرخ البسيط ازوده احيانا الواحد يتعافى على المفصل وده اللي بنقول ايه شفته من كثير من المجتهدين من اخواننا غير الاطباء اما بيتعرضوا لمشكلة زي دي يعني واحد في بلده يعني بيعمل حجامة وعمل نفسه دكتور بنقول له خليك في اللي انت تعرفه لا يجيله واحد بقى هو يعني فضل الناس ينادوا عليه وقولوله يا دكتور فلان ظن انه دكتور فواحد جاله اطع في الغدروف بس اطع غير كامل يعني بسيط فراح له قال له المفصل بيكلبش مني ما بقدرش هتني اكتر من التسعين درجة كله هراجل نام على بطنك انا هلينهولك يروح هب بتعافى عليه القطع الغير كامل بقى قطع كامل يعني جاب له اخر الغدروف هنا بتقول لا اوعى تسلم رجلك او نفسك لغير متخصص ليه احيانا تأتي النتيجة عكسية فكتير من الناس يقول لك لا والله دعالك 40 حال طب كويس الله يا رب ابركله واجري الشفاء على ايده ولكن في حالات من اللي ما بنذكرهاش لا جابت نتائج عكسية ونتائج غلط فبنقول لا نتصدى بس للمسألة اللي احنا نستطيع علاجها بعلم وبفن وبمهارة يدوية يقوم بها طبيب متخص طيب بعض الناس زي ما قلت في المقدمة يقولوا طب النساء لا بتلعب رياضة ولا بتعمل بس بيحصل الله قطع في الغدروف الهلالي طب بيحصل نتيجة ايه يا دكتور امير اول سبب نقول اجهاد المفصل مع احمال ثقيلة الاحمال دي ممكن يبقى وزنها يعني السيد قاعدة تريحة بتروحش شغل قاعدة في البيت ما بتخرجش قاعدة بتاكل الاكل عالي السعرات الحرارية يعني ايش كنافة واشي بطاطس ومحش والنهاردة الولاد نفسهم في كشري وبكرة عندنا فبتاكل كمية وانواع بالتخ طبعا اما الوزن يزيد المفصل ربنا خلقه على قد العض مش على قد الوزن الدهون اللي عليه يعني ممكن تجد سيدات كثيرة الوحدة وزنها تقيل جدا وعضمها رفيع وصغير العض لكن الحمل اللي موجود من الدهون لأ حمل شديد جدا على العظام فالوزن الزائد وهي بتتحرك حركة معانا وكثير منهم تقولك انا كنت اعضا مربعة في الارض وانا ايما من التربيع رجلي لفت بس حصل اطع في الغضروف الهلالي بعض بعضهم تقولك انا اسل سكنة في الدور الارض وعندنا الله يبرك لك عمارة اربعة دوار وعلى سطوح انا مربية بقى بط وفراخ وربنا يزيد بس لازم اطلع اكلهم واشرف عليهم تلات مرات في اليوم تلات مرات فاربعة دوار مع الوزن الزيادة ولو بقى ما نميتش كويس طيب يبقى مش بالضرورة ان اكون رياضي انا بيركز على الفكرة دي ان كتير من الناس يقولك طوال انا بلعب كورة ما يتقطع عند الغدروف لا مش لازم تكون بتلعب كورة طبعا الناس اللي يقولك ايه انا بخفرك بالاسنصير انا في السابع واليومين دول الكهرباء بتقطع فبطلع على رجلي طب لقى مع السن بيوصل اقل فيبدأ الغدروف يحس في حالة بيقول حالة من الايه الاعياء التعب الوهل فاي حركة تقطع الغدروف بسهولة واحنا بتتكلم عن قطع الغدروف الهلالي وقطع الغدروف الهلالي الداخلي اللي بيعمل مشكلة لابد ان احنا نذكر تقوية عضلات الفخت الانسان اللي عايز يحمي نفسه وقاية وخصوصا اخواننا اللعيبة اللي بيلعبوا في مراكز الشباب وفي اندية درجة تالتة بنقول لهم اهتموا بالتدريب الاحمال واللياقة انا مش بتكلم عن بتوع الكرة بس ليه يهتم بتمرير الاحمال واللياقة عشان تقوية العضلات المحيطة بالمفصل بتحمي المفصل من الاصاب يبقى العلاج لو هنبدأ نتكلم نقول كل حسب حالته لو لقينا واحدة سيدة ووزنها زيادة نقول لها انقص الوز نمر اتنين تقوية العضلات الفاخدة عمل تمارين وده ممكن بنسميه العلاج الطبيعي الوقائي يعني ايه وقائي يعني بعمل تمرينات تحميني من الاصابة طبعا الله هو الحافظ بس بعد الله عز وجل واردته وقدرته نبدأ ناخد بالاسباب نقوي عضلات الفغ انقاص الوزن نقول التغذية السليمة المفاصل دي بتحتاج ايه بتحتاج اكل يحتوي على فصفور وكلسوم وكلاجين يبقى الناس اللي كانوا بيأكلوا رجول الفراخ ولا اللي بيأكلوا الكوارع ان دول محتاجنهم ان يأكلوا الحاجات دي ان هذي الاشياء فيها مادة الكولاجين طيب حب الرشاد انتشرت في الاوينة الاخيرة ناس كتير بتتكلم عن حب الرشاد وفوائده مفيد جدا بالمفاصل وانا بقولها هو بس بكمية معقولة يعني نص معلقة صغيرة على كوب مغلي نسيبه لغاية ما يعمل مادة الهلام وتتشرب صباحا ومساء بنقول تقوية عضلات الفغد والاكل السليم الخضروات والفواكه في غاية الاهمية خاصة لو باكل الحاجات فيها كالسيم طب الكلسم موجود فيه موجود في البقدونس موجود في الكمون الكلسم عالي في الكمون الكلسم موجود في الاسماك ابقى نظام باكل كويس بعمل تمرينات كويس بموازني ما يزيتش وبنقول اهم شيء ابعد عن الحركات المفاجئة حركة المفاجئة اللي واحدة قاعدة وبعدين مفاجئة قلولها الحقيق مش عافقية تروح ايما من الارض الرجبة تلف طالع جري على السلم الرجبة تلف بيجري وراء اوتوبيس وراء قطر الرجبة تلف ليه لا مش عايزين الحركة اللي فيها مفاجئة على المفصل ان لو حصل معها دوران يحدث فيها قطع في الغضروف الالان طب كثير من المرضى يسألوني لو عايزين نعمل حجامة الحجامة تكون كم مرة في الشهر كثر في الاوينة الاخيرة ناس بتفتي يعني يفتي يقولك احنا بنعمل حجامة كل اسبوع طب تقولهم فيه سند فيه كلام من ده لا يقولك انا جربتها وجابت نتيجة فيش حاجة اسمها انا جربتها هل عملتها فيه بحث بيأكد هذا الكلام ولا لا طب عم نرجع اعمل ابحاث يعني نجيب حالات بنعمل لها حجامة كل شهر وحالات زيها بالظبط نعمل لها حجامة كل اسبوع نشوف الفرق الفرق بقى فيه مكونات الدم ده جالو انميا ده مجالوش ونسجل بدقة وامانة ليه الامانة ان احيانا يدخل احنا في يعني نقول ظروف اقتصادية صعبة فيجي الاخ اللي بيعمل حجامة عايز فلوس فيلاقي المريض تعبان خصوصا لو عنده حاجة يعني تعبى جدا او قلمة يقوله لا 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 انا اجيلك بعد اسبوع ده انت حالتك شديدة المريض اللي بيبحث عن الشفاء ما بيبخلش عن نفسه وقولك اعملها كل اسبوع طالما يعني اجيب نتيجة لا احنا بنقول اتق الله يعني ياريت كل شهر في بعض الحالات نعم منحتاج فترة اقل من الشهر ولكن دي مش القعدة القعدة ان احنا نعملها كل شهر واعلم ان الله هو الرزاق يعني ربنا اللي هيرزقك مش ما تخافش مش عملت كذا جلسة لا ربناك سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير طيب بيجينا سؤال ايضا مع غضروف الرجبة واصابته هل لبس الجبيرة على الرجبة اللي هو بيسموها الرجبة المفصلية مهم ولا مش مهم بنقول لبس الجبيرة المفصلية في المرحلة الاولى اللي هي الحادة اللي بعد بتكون مهمة ولكن مش طول الوقت طب السؤال اللي بيسألوه سامح حد بيقوله طب ليه مش طول الوقت لو طول الوقت هتضعف عضلة الفقد اكتر لا انا بلبسها اثناء المش همش يعني غصب عني لازم همش هتحرك روح حمام ادخل كذا يبقى 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 لبسها ولكن اول ما هرتاح افكها وابدأ بتمرناته سمى التمرينات الساكنة لعضلات الفقد يعني ايه تمرينات ساكنة انا رجبتي مفروضة كده اشد العضلة بدون تحريك المفس انا عمل اشد العضلة كده شفر ما اعمل ازاي عضلة الفقد تنقبض وتنبسط دون ثاني الرجبة طب دي مهمة مهمة جدا ليه اول فايدة انها بتشتغل كمضخة تشفط الميا اللي في الرجبة وتوديها للدورة الدموية فتقلل الورم اللي في الرجبة نمرة تنب تحافظ على قوة العضلة الامامية اللي بيسموها العضلة الرباعية علشان تحافظ على المفصل ما يحصلش فيه لتوق تاني اثناء الشفاء اثناء العلاج طيب بعض الناس يقولوا هل الكهرباء مفيدة مفصل للعلاج الغضروف بنقول انواع معانا من الكهرباء مفيدة يعني بعد المرحلة الاولى المرحلة الحادة ممكن اعمل موجات فوق صوتية ممكن اعمل اشاعة تحت الحمراء ممكن استخدم الحرارة اللي هي الهودباكس او الكمدات الماء الدافية بتحسن كتير الحالة طيب الحجامة قلناك مرة كل شهر بعض الناس بيسأل هل الابر الجاف لها اثر جيد في علاج غضروف الرجبة الغير كامل او القطع في الجزء او التلت الخارجي يقول نعم يمكن عمل الحجامة بتفيق جدا في هذه الاحوال وعمل الابر الجاف طب بنعمل الجلسة كل من كل ثلاث ايام خمس ايام حسب حالة المريض وحسب الالم تاني وفرد المفصل بيكون مصاحب للالم وده من فضل ربنا علينا ان ربنا يدي لك الالم كلمة حامرة تقول لك ممنوع الخركة لابد من ان انت تأخذ بالاسباب يعني ايه اسمع لجسمي فيه الالم ما حركش واسأل الدكتور مش معلق ان نبدأ اخذ مسكنات عشان اخلي المخ ما يحسش بالواجع واتني غلط ده الالم هو نعمة علشان تقول ما تحركش فيه التهاب شديد فيه قط فيه مشكلة انت هنا في الحالة دي تقول آه سبحان الله طبارك الله احسن الخالقين حتى في الالم جعله حماية للمفس وانت اول ما تلاقي نفسك فيه احنا بنشوفها كتير دي في الحوادث المريض يتكسر ماقدرش يحط رجله الارد ماقدرش يمسك بايده ليه ربنا جعل الالم عشان يمنع الحرك ان الكسر بيبقى عامل زي السكينة لو انا حركت هقعد اقطع في الانسجة اقطع في العضلات اقطع في الاربطة اقطع في الاوعية دموية فربنا منكرم وفضله يجيب لك آلم كمير شوف ازاي بعض الناس يقول الالم طلع نعمة طبعا الالم نعمة ليه بقى لانه بيخليك يمنعك من الحركة الخطأ وهو يكون منبه ليه بقى منشوفه كتير في الناس اللي عندهم شكة الادم شكة في الادم يقول لي اول ما حط ادم الصبح الاقي رجلي مش قادر احطها في الارض انت بزعلان من الواجع ده ده الواجع ده ربنا جعله لك علشان ينبهك اما تقول الصبح مش هتشرب شاي مش هتشرب نسكة في القهوة امنع طبق الفول الطعمية العس ايه ده ايه ده دكتور امير والقلم كده اه القلم بيديك بينبهك بكلام الدكتور امير اللي قال لك انت عندك شكة ادم يعني عندك حمد اللي بقوليك زيادة هتمتني عن اللحوم الحمرة والكبد الله الله يبقى القلم نبهني فما توجع تتوجع تقول الحمد لله الحمد لله انه خلق لك الالم عشان ينبهك انك لو ما تنبهتش واخذت بالاحتياطات في الاكل ممكن بعد شوية تعاني من ايه حصوة في الكلة نتيجة املاح حمد البوليك واحنا نتكلم عن قطع الاظروف الهلالي لابد ان احنا نفهم حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش شيء الا له وظيفة وبحكمة وبعلم ان بعض الناس يقولك ما لوش لازمة الدكتور قال لي شيله وشلته اصلا ما بيتخيطش مش عارف اصلا لا 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 احنا مش عايزين المبلغة في العلاج وما نقللش ومن قدر قيمة عض ربنا خلقوا في جسمنا ان كل حاجة لها حكمة وعلم وقدر ربنا جعلها بيا لذلك انا بقولك وتحركوا بس بحكمة مش عايزين الحركات المفاجئة انقاس الوزن ضروري عشان وقاية من هذه الاصابة وايضا ما نجهدش مفاصلنا الناس اللي عندها ساكنة في الادوار المرتفعة مرة واحدة في اليوم كفاية تطلع الدور السابع مش كل شوية طالع نازل وتبدأ تقول مفاصل التاكلت عنده خشونة في الرجبة جالي الغدروف بتاع رجبتي ضروري يمكن وإحنا بنختم هذه الحلقة يعني أرد على سؤال ورد وده مش هناخد فيه يعني ثواني يعني قرأ من الساعة جريت بعض الإخوة بيسألوني هل الحجامة مفيدة لكوع لاعب التنس بيسموه اللي بيجي لألم في الجزء الخارجي من الموسط احنا بنعمل ايدنا كده ونلاقي في الجزء ده ألم مبرح بعلمه بصباعي كده احنا سمينا المرض ده كوع لعب التنس يعني في الكتب والمراجع هل الحجامة بتفيد فيه ده سؤال شائع بدأ يظهر كتير نتيجة الناس بتشتغل بأيديها كتير نقول لهم نعم الحجامة مفيدة ولكن مرة في الشهر لمدة 3 شهور والإبر الجافة بتجيب نتيجة الموجات فوق الصوتية والموجات التصادمية دي بدأنا نسمعها دلوقتي وبدأنا ندرسها حاجة جديدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علمه وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيعه ولائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته